أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة في ظل هذه المرحلة غير المسبوقة وخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا على أن تضع حزم الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها إلى جانب العمل على استمرار معدلات الانتاج وتوفير فرص العمل والتشغيل وخلال لقاء مدبولي برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب أشار مدبولي إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحمل كلفة مالية كبيرة في الوقت الراهن في إطار إجراءاتها لمساندة المواطنين في هذه المرحلة وأجرى رئيس الوزراء حوارا مفتوحا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب الذين طرحوا بعض الأفكار والمقترحات فيما يخص العديد من القطاعات التنموية والخدمية